أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة أن مشاركة الفريق الملكي في بطولة الأردن الدولية للقدرة تأتي امتدادا لسلسلة البطولات الكبرى التي يشارك فيها الفريق لإبراز تطور القدرة البحرينية في المحافل الخارجية وأوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن رياضة القدرة البحرينية شهدت تطورا كبيرا في الفترة الماضية بفضل دعم واهتمام سيد حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله حيث كان لهذا الدعم لا ترى الكبير في تواجد الفريق الملكي في مختلف المحافل الخارجية والتي حقق من خلالها نتائج إيجابية مميزة ويشارك الفريق الملكي في بطولة الأردن الدولية لمسافة 120 و100 كم بمشاركة واسعة من الفرسان حيث سيمثل الفريق الملكي مجموعة من الفرسان الناشئين وأضاف سمو الشيخ ناصر بن حمد نحرص دائما على إبراز القدرات البحرينية في سباقات القدرة وتأكيد تطورها حيث لعبت البطولة المحلية التي نظمها الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة في تأهيل العديد من الفرسان ومشاركتهم الآن في بطولة خارجية سيزيد من احتكاكهم وكسب الخبرات وسوف يصلون إلى بطولة العالم في كامل الجهزية بإذن الله تعالى وأضح سمو الشيخ ناصر بن حمد أن بطولة الأردن الدولية ستحظى بمناسبة قوية ومشاركة واسعة وهي من البطولات التي تؤكد عمق العلاقات القوية التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية في شتى المجالات أهمها الجانب الرياضي مبينا سموه أن الخبرات المتبادلة لن تكون عبر الفرسان فقط إنما ستمثل الجانبين الإداري والفني في هذه الرياضة هذا وخضى الفريق الملكي للقدرة تدريبات متواصلة بإشراف الجهاز الفني وشهدت تدريبات استعدادات مثالية للفريق حيث حرص الفرسان الثمانية عشر المشاركين في السباق الرئيسي لمسافة مائة وعشرين كيلومترا على تطبيق الخطة الفنية التي سيعتمد عليها الفريق في هذه المشاركة والتي يأمل من خلالها تحقيق أفضل النتائج ترجمة نانسي قنقر